السلام عليكم ورحمة الله وأهلاً وسهلاً بكم في الأجندة اليمنيون خلال الأسبوع الماضي مشغولون بالحديث عن أمرين الأول مصيرهم ومصير جمهوريتهم ودولتهم والشرعية بعد الهزائم النسبية التي منيت بها الشرعية في محافظتي مأرب والجوف خلال الأيام القليلة الماضية والموضوع الآخر هو مصير فلسطين بعد الإعلان عن توقيع اتفاقية صفقة القرن التي فرضها ترامب على العرب وأيدها بعض حكامهم ومع أن الموضوعين منفصلان عن بعضهما في الظاهر إلا أن خبراء السياسة يدركون أن جميع ملفات المنطقة مترابطة عضوياً بحيث أن ما يجري في فلسطين أو سوريا أو ليبيا أو حتى في البحر الأبيض المتوسط يؤثر على المشهد في اليمن بصورة أو بأخرى والعكس صحيح ولهذا نجد النظامين السعودي والإماراتي متواجدين في هذه الملفات جميعاً في هذه الحلقة سنحاول التفتيش أو الاقتراب من بعض نقاط التقاطع والاشتباك بين هذه الملفات لكي نعطي صورة عامة للمشاهد نعطي المشاهدين صورة بانورامية تساعدهم على فهم ما يجري في بلادهم اليمن لكي يفهم المشاهد أساليب الدول والجماعات في العمل الملتوي والمعقد لصالح مشاريعها كد يكون بعض ما سنقوله مألوفاً للمشاهد أو قلناه هنا مراراً إلا أننا نحرص على اختلاف زوايا الطرح للموضوعات حتى لو تكرر الكلام فأهلاً وسهلاً بكم في حلقة هذا المساء طوال حلقات هذا البرنامج ونحن نقول أن قضيتنا في اليمن متشابكة مع ملفات عديدة في المنطقة والعالم وأن غرفة العمليات الدولية تدير هذه الملفات على طريقة لاعب الشطرنج في لعبة الشطرنج كل حركة محسوبة بدقة وفي هذه اللعبة قد يضحي اللاعب ببيدك هنا أو هناك لكي يكسب موقعاً مهماً يمكنه من الوصول إلى هدفه النهائي ملف اليمن مشتبك بملفات الأطماع الاقتصادية والسياسية للشقيقة الكبرى وإمارة الشر ومرتبط أيضاً بملف طريق الحرير الصيني ومرتبط بملف تسوية القضية الفلسطينية وملف الأطماع الإيرانية في المنطقة وغير ذلك من الملفات ليس لدينا بالطبع بيانات تفصيلية عن المخططات المتفق عليها بين دول النفوذ الدولي والإقليمي في غرفة عمليات دولية أشبه ما يكون كما سمها المنصف المرزوقي تدير شؤون هذه المنطقة وتحرك هذا البيدك أو ذاك في هذا المكان أو ذاك الحوثي وأمثاله مجرد أدوات تستعمل لتنفيذ مخططات أكبر منها بتحصل على بعض المكاسب الخاصة نعم هذه الأدوات لكن في النهاية هي بتحقق أهداف الدول النافذة لكننا نحاول معرفة ما يجري لأنه ما عندناش تفاصيل زي ما قلت بنحاول نعرف الحقيقة المختبئة وراء الستار بنستقراء المشهد وتتبع العلامات الثابتة فيه ولهذا السبب نفضل الحديث عن الاستراتيجيات أكثر من التحليل السياسي للأحداث اليومية لأن نتائج التحليل السياسي اليومي مبنية على صحة المعطيات التي بين يدي المحلل كلما كانت المعطيات بين يديه واضحة وصحيحة كانت توقعاته وتفسيراته الدقيقة لكن من أين للمحلل أي محلل سياسي من أين له بمعطيات صحيحة مضمونة لأن البيانات الحقيقية موجودة في مطابق اللاعبين الكبار فقط اللاعبون الذين يحركون المشهد من خلف الستار هم الذين يمتلكون هذه البيانات الحقيقية بدون هذه البيانات يصبح عمل المحلل السياسي أشبه بالمنجم بعكس الحديث الاستراتيجي في الاستراتيجيات الحديث في الاستراتيجيات أكثر أمنا من الوقوع في الواهم والخطأ لماذا؟ لأن التحليل الاستراتيجي يبني على المعالم الثابتة الواضحة في السياسات لا على المعطيات المتغيرة اليومية ثم إن التحليل الاستراتيجي يساعد المشاهد على فهم ما يجري بصورة أفضل ويحول المشاهد من متلقي فقط إلى شريك في عملية التحليل يقول النقد الحديث في الأدب أنه ينبغي على النقد أن يحول المتلقي القارئ من متلقي مستهلك إلى متلقي مشارك في عملية النقد وذلك من خلال بعض التكنيكات في الأدب أو في الكتابة من ضمنها ترك فجوة في الكتابة الأدبية يسدها القارئ نفسه أيضا في مجال التحليل السياسي الاستراتيجيات نحن نحول المشاهد من مجرد متلقي مستهلك إلى مشارك في العملية لما تعلمه أصول المهرة يعني وهذا أمر مطلوب لأن أمور السياسة كما قال أحد الساخرين أخطر من أن نتركها للسياسيين ضمن هذا السياق سأتحدث اليوم عن الأبعاد الاستراتيجية في المشروعين المتنافسين على جثة العرب اليوم هناك في المنطقة مشروعان مشروعان إقليميان كبيران متنافسان على تمزيق العرب واحتلال بلدانهم وتشريد شعوبهم هما المشروع الصهيوني والمشروع الإيراني والمشهد في اليمن متأثر جدا بتنافس هذين المشروعين أقول تنافس وليس صراع لأن الحقيقة العلاقة بين إيران وإسرائيل هي علاقة تنافس لا علاقة صراع وهذه نقطة مهمة لا بد من استيعابها في علاقة هذين المشروعين لأنه بيكدموا أنفسهم على الاعتبار أنه في علاقة صراع هذا مش صحيح هي علاقة تنافس على كسب أكبر قدر ممكن من المصالح العربية على عكس العلاقة بين إسرائيل والعرب علاقة العرب إسرائيل علاقة صراع وجودي في العلاقات الصراعية يكون هدف كل طرف القضاء على الطرف الآخر أما في علاقات التنافس فالهدف هو كسب أكبر قدر ممكن من النقاط كما قلت لهذا فإن إسرائيل على المستوى الاستراتيجي كما يلمح من كلام شارون في مذكراته تنظر إلى المشروع الإيراني باعتباره عدو نافع شارون قال ما فيش عدو الشيعة ليسوا عدوا على المستوى البعيد شارون رئيس وزراء إسرائيل السابق وأشهر وزراء إسرائيل تقريبا قال أنا لا أرى في الشيعة أعداء على المدى الطويل وهذا كلام استراتيجي صحيح ليسوا أعداء على المدى الطويل وإن تسببوا لإسرائيل ببعض الأذى على المدى القصير لكن هذا في سياك التنافس كما قلت وليس الصراع الأبدي الحقيقي وما زالت هذه النقطة بحاجة لتفصيل أكثر نعرف من خلال هذا التفصيل كيف أن إيران تعد عدوا نافعا لإسرائيل في المنطقة في أحيانا أعداء يكونوا نافعين لك تتركهم يسرحوا ويمرحوا لأنهم حيخدموا في ملفات أخرى ما تقدرش أن تصفيها ما يجري في المنطقة اليوم بين إيران وإسرائيل مثلا أو بين إيران وأمريكا هو لعبة أو الصراع يجري في المنطقة الآمنة كل واحد عارف أنه يتحرك في المنطقة الآمنة يقتل سليماني علشان يصفه ملفات في سوريا إيران ترد علشان ماء الوجه فقط عملية أشبه بالمسرحية لكنها مسرحية واكعية فيها صواريخ وفيها شغل ليس من المبالغة القول أن إسرائيل هي مفتاح أسرار المنطقة خلال الخمسين عاماً الماضية أو على الأكل أحد مفاتيح الأسرار في المنطقة بجوار مفتاح النفط والدين لأنه يمكننا أن نعيد كتابة تاريخ المنطقة وتفسير ما يجري خلال الخمسين سنة الماضية هذه أو السبعين سنة بواسطة هذا المفتاح إسرائيل يعني مواكف أوروبا مواكف أمريكا مواكف بعض الدول العربية كله مرتبط بهذا المشروع الفيلسوف الأمريكي تشومسكي يشاركنا هذا الرأي أيضاً ويقول نفس الكلام يقول بصراحة أن الغرب قد عمل على إفشال كل محاولات العرب والمسلمين في توطين الديمقراطية ببلدانهم من ضمن الأسباب لهذا تأمين إسرائيل وذكر مثالاً على ذلك وهو تدخل أمريكا لإجازة تجربة الديمقراطية في إيران خلال الخمسينيات القرن الماضي واسمحوا لي أن أنطلق من هذه النقطة في الحديث عن علاقة المشروعين اللي هو مشروع الخميني والمشروع الصهيوني لأنه فيه التباس في هذه النقطة حتى عند بعض المثقفين هذا الالتباس يوقع بعض المغفلين في حبائل الدعاية الإيرانية الماكعة حين يظنون أن إيران تفعل ما تفعل لخدمة القضية الفلسطينية وتحرير المنطقة من الهيمنة الأمريكية عندما قامت ثورة الخميني في عام 79 كان عمر إسرائيل حينها حوالي 31 سنة يعني كانت في طفولتها الأولى وكانت المخاطر المحتقة بإسرائيل من قبل العرب ما زالت كبيرة جداً على الرغم من اتفاقية كامب ديفيد اتفاقية السادات معها ولم يكن من المتوقع حينها أن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية بانقلاب في إيران يضيف إلى تهديدات إسرائيل تهديداً جديداً يعني نظام الشاه كان نظام حليف الأمريكا ومن ثم حليف الإسرائيل فما كانش معقول أني تقبل بالثورة الإيرانية أو تقبل بالانقلاب على النظام على حليفها القوي وهي حريصة على أمن إسرائيل أكيد في الأمر شيء في الأمر سر يعني لكن العجيب أن الثورة الإيرانية نجحت في إطاحة بهم حلفاء أمريكا في المنطقة الشاه محمد رضا بهلوي وأمريكا خذلت حليفها خذلاناً مبيناً وفرنسا بطائراتها أوصلت الخميني إلى طهران وإيران أعلنت عداء سافر للولايات المتحدة الأمريكية من لحظتها ومن يومها بدأ أن العلاقات بين طهران وأمريكا ستكون علاقات عدائية على طول الخط طبعاً أمر غريب كان مفروض أمريكا تتدخل هذا لا في صالحها ولا في صالح إسرائيل كان المنطقي بعد هذا كله الناس يفهموها بالنتائج كان المنطقي بعد هذا العداء الظاهر بين إيران والثورة الإيرانية وبين أمريكا المنطقي كان أنه تجري الأمور لصالح العرب ضد إسرائيل فيما بعد الثورة الإيرانية خلال الفترة التالية للثورة الإيرانية كان المنطقي أن تصبح الثورة الإيرانية رديفاً جديداً للعرب ضد الصهايلة لكن الحدث كان عكس ذلك تماماً إسرائيل من بعد نجاح الثورة الإيرانية صارت أقوى والعرب صاروا أضعف وهذا أحد الغاز الشرق الأوسط أحجية فالزورة تحتاج إلى تبسير لماذا كانت الثورة الإيرانية إضافة لمصلحة إسرائيل على المطى الطويل؟ بينما كان المتوقع أنها إضافة لصالح العرب والمسلمين لماذا أصبحت إضافة لصالح إسرائيل في المنطقة؟ هذا في الحقيقة هو سؤال هذه الحلقة الذي نحاول الإجابة عنه لكن قبل ذلك دعوني ألفت الانتباه إلى نقطة قد تدور بذهن المشاهد قد يسأل بعض المشاهدين لماذا تفتش بعد إيران ولديك السعودية العميل الرسمي الواضح لأمريكا وإسرائيل والعدو الرسمي لليمن تحديداً؟ الجواب أن النظام السعودي عدو صريح وواضح للعرب النظام السعودي نظام ربط مصيره بمصير الدول الكبرى المهيمة على المنطقة والعرب كلهم أصبحوا يعرفون ذلك حين لم يعد فيه سر هذا لم يعد سراً يعني طرف بهذه العمالة إلى حد ما أمراء سعوديون أمثال الأمير طلال بن عبد العزيز الذي قال أن والدة مؤسسة المملكة كان يستلم راتب بريطانيا كان يستلم راتب شهري لكنه يفسر ذلك تفسيراً خاصاً الشاهد أن النظام السعودي أصبح مكشوف في علاقته بأمريكا وإسرائيل ولا يحتاج إلى مزيد كاشف المشكلة في النظام الإيراني هذا العدو الخطير الذي يتخفى عدو العرب واليمنيين الذي يتخفى وراء الشعارات الزائفة ليطعن العرب في خاصرتهم النظام الإيراني هو الذئب الذي يلبس جلد الخروف ودورنا أن نكشف للناس الصورة الحقيقية وراء الخروف دعونا نستمع أولاً إلى الأمير طلال بن عبد العزيز وهو يتحدث عن والده وعلاكته ببريطانيا ثم نكمل الكلام كان يتقادى راتب من البريطانيين نعم كان يتلقى راتب وكان الراتب هذا هو أنا مجد نظري الآن لما أنظر لهذا الراتب هو مثل القروض القروض التي تمنح من الدول الغنية للدول الفقيرة يعني لم يكن هذا الراتب بمثابة يعني إسكات للملك أو يعني نوع من شراء الولاء ممكن ممكن هذا في الإنجليز طبعاً معقول يعطوا راتب 5.000 جنيه في ذلك الوقت الإنسان في الصعرة مبلغ رخهم هل ممكن يعطوها كذا لوجه الله؟ هم يعطوه لغرض في نفس يعقوب لا شك في ذلك المهم متلقي هذا العطاء كيف يفسره وكيف يستعمله وكيف يكون موقفه تجاه المعطي نريد نفهم هذا المهم أنا أعتقد أنه كان في حاجة إلى مال بلد كانت فقيرة جداً يعني بلد منطقة المملكة العربية السعودية لربما البلاد في العالم كله التي فيها جفاف هائل وشمس محرقة للأرض حرقت حتى السماد العضوي يعني الذي ينبت من الأشتار قوة يعني أصبحت بلد خالية حتى من آثار الحضارة فكانت فقيرة وكان يشتجي المساعدات من هنا ومناك من الداخل وكان هناك مصدرين الحقيقة مصدر والزكوات التي تؤخذ على البادية على حلالهم من الإبل والأغنام أو من النخيل فكان هذا المصدر فكان يحتاج إلى مصادر داخل أخرى لذلك أعتقد أضطر كيف كانت الثورة الإيرانية إضافة لصالح إسرائيل وخصماً من رصيد العرب هذا هو السؤال المركزي ولماذا كانت كذلك لو سجلنا في قائمة خسائر العرب التي تسبب بها النظام الإيراني الحالي نظام القميني سنكتشف أنها أكبر بكثير من الخسائر التي ألحقتها إسرائيل بالعرب يعني لو حسبناها بالنتيجة بالنتيجة إيران فعلت في العرب ما لم تفعله إسرائيل إيران التي تحتل من الأراضي العربية ضعف فلسطين 16 مرة اللي هي الأحواز كما قال عبد الله النفيسي طبعاً البداية كانت من العراق البوابة الشرقية للعرب قامت إيران في بداية الأمر باستنزاف الدولة العراقية في حرب ثمان سنوات قتلت مئات الآلاف من العراقيين أو ملايين وأهدرت ثروات طائلاً من مدخراتهم والقومية وعطلت مسار التنمية في العراق وكانت هذه الحرب سبباً من أسباب سقوط العراق في نهاية الأمر لأن العراق لما خرج من الحرب خرج منهك ومحتاج مال ووجد النظام العراقي أن الأشقاء العرب الذين حماهم طوال ثمان سنوات يتآمرون عليه وعلى جيشه يريدون إسقاط جيشه بالتآمر مع الأمريكان من خلال تخفيض أسعار النفط فقاده غروره الاستبدادي إلى فخ الكويت ومن هناك بدأت نهاية العراق الحديث وهو أهم واحد من أهم أربع دول في المنطقة العربية في الوطن العربي ركن من أركان العرب العراق سقط هذا الركن وتداعت من بعده فقية الأركان الإيرانيون هم الذين أسهموا في ذلك أو فعلوا ذلك بفعالية شديدة كان للإيرانيين دور كبير في تمكين الأمريكان من احتلال العراق وإسقاط دولته وتدمير كل مقوماته الوطنية والتاريخية اليوم العراق يعاني الأمرين بسبب إيران وليس بسبب أمريكا إيران التي نهبت ثروته ومزقت مجتمعا وأضعفت دولته النفط العراقي يخدم إيران أكثر مما يخدم العراق مزقت المجتمع العراقي تمزيك رجعت العراق إلى القرون الوسطى هذه إحدى خسائر العرب الكبرى مثل خسارتنا أيام التتار من قيام النظام الإيراني هذه واحدة من خسائرنا بسبب قيام الثورة الإيرانية ولم تتوقف إيران عند هذا الحد عند حدود العراق فقد فعلت في سوريا ما فعلته بالعراق وفعلت في اليمن ما فعلته في العراق وسوريا وهكذا دمرت إيران ثلاثة بلدان عربية على الأقل حتى الآن بشكل شبه كامل أين كنا نحن في اليمن؟ كنا ذاهبين إلى مستقبل زاهي بعد أن اتفق اليمنيون على أفضل مشروع سياسي في مؤتمر الحوار الوطني كانت اليمن مبشرة بالخير جابتها أرض أرض كل هذه الخسائر لم تفعلها إسرائيل في تاريخها كله بالعرب بل إن إسرائيل تبدو بجوار إيران حمامة سلام حمى الوديع ولم تكتفي إيران بهذا وحده فقد قامت قامت بدور التهديد الوجودي لدول الخليج وهي تعلم أن هذا التهديد وهذا الضغط على دول الخليج سيدفع هذه أنظمة الخليج للاحتماء بأمريكا وإسرائيل لأن هذه الأنظمة لا يهمها شيء لا يهمها إلا كراسيها فأخذت أموال العرب وذهبت بها إلى الأمريكان ثم ذهبوا إلى إسرائيل للتطبيع وهذه خسارة جديدة ساهم الإيرانيون في دفع العرب إليها هذه مصلحة أخرى تكسبها إسرائيل بفضل النظام الإيراني هذه خدمات جليلة قدمتها إيران لإسرائيل السؤال الآن هل كانت إيران تجهل أنها تخدم إسرائيل بهذه الأفعال في بلاد العرب؟ بالتأكيد كانت تعلم يقيناً إذن لماذا؟ لماذا وصلت المسير؟ لأنها لا يهمها إلا مصلحتها في منافسة بينها وبين إسرائيل بتقول لك خليني أخذ نصيب بإسرائيل تخذ نصيبها بس علشان تقنع العرب أن المسألة مشين المصالح لازم تقول لهم أنا أقاوم المشروع الصهيوني في المنطقة ولا كيف تكسب قلوب المغفلين والحمقة في بلاد العرب وما أكثرهم؟ نحن عندنا كميات من المغفلين يعني هائلة لو ينفعل التصدير نصبح بلدان ثرية لكن هذا طبعاً كما قلت لا يعني أنها تريد خدمة إسرائيل بشكل رسمي إنما تريد خدمة مشروعها مشروعها الخاص إسرائيل أيضاً تدرك أن وجود النظام الطائفي في إيران سيخدمها بطريقة أو بأخرى بطريقة غير مباشرة حين يتكفل بالمساهمة في تفكيك الكتلة العربية عبر ذروعه العسكرية هي بتقول لك إسرائيل أنا مش قادر أفكك هذا الوطن العربي خلوا إسرائيل تكون بالمهمة التماسيح تعرفوا التماسيح تأكل أي شيء لكن في بعض الحالات تترك بعض الطيور دون أن تؤذيها لأن هذه الطيور تكون بمهمة تنظيف أسنانها في طيور مختصة بتنظيف أسنان التماسيح يدخل الطائر يأكل حاجة بين أسنان التماسيح والتمساح لا يتعرض له بأذى لماذا؟ هل غير التمساح طبيعة؟ لا ما غير طبيعة تترك لأنه في خدمات متبادلة هذه هي العلاقة بين إسرائيل وبين إيران إسرائيل تترك الإيران تأكل من خشاش العرب لأنه هذا سيخدمها لكن في خطوط حمرة إسرائيل لن تسمح بها مثل المشروع النووي هذا لن تسمح به طبعا بهذا يقوم كل طرف بخدمة الطرف الآخر دون حاجة إلى اتفاق مسبك يعني مش ضروري أنه يلتكوا ويجتمعوا في غرفة وينسكوا ويرتبوا لا إحنا ما نقولش كذا يعني علشان بعض الناس العادي البساطاء بيظنوا أنه لا متفقين في الغرف لا هو اتفاق كذا يعني من بعد كله قعد عارف ما هو ليشتيها الثاني النظام الإيراني يدرك أن الأمريكان قد تركوا له هامشا للعب في المنطقة العربية لكي ينوب عنهم في ترويض هذه المنطقة لصالح إسرائيل ولا بأس بعد ذلك لو حصل بعض المكاسب على حساب العرب ما عندناش مانع لكن هناك خطوط حمراء كما قلت لا يمكنه أن يتجاوزها أبدا من ضمن هذه الخطوط امتلاك إيران للسلاح النووي لن يسمحوا به مش لأن إيران خطيرة لأنه في أي لحظة من اللحظات ممكن يأتي نظام آخر غير النظام هذا الوسخ داخل إيران إسرائيل ما تصافتش في الموضوع هذا إسرائيل وأمريكا يعلمون أنه وجود سلاح نووي في دولة مجاورة لإسرائيل هذا خطر يهدد إسرائيل حتى لو كان النظام حليف الغرب كله لن يسمح لأي دولة مجاورة لإسرائيل بامتلاك السلاح النووي حتى لو كانت دولة صديقة لن يسمح لا لمصر ولا للسعودية ولا لإيران ولا لتركيا حتى بامتلاك سلاح دمار شامل لأنه امتلاك هذا السلاح من المنظور الاستراتيجي لإسرائيل خطر يهدد إسرائيل إذن إيران تلعب في الهامش المسموح به فقط بالعودة إلى قضيتنا الوطنية بات واضحا أن المملكة السعودية لديها أربع لآآت في اليمن أربع لآآت لا للجمهورية لا للوحدة اليمنية لا للديمقراطية في اليمن لا للنهوض اليمن هذه اللآآت تمثل جانب المخاوف السعودية من اليمن لكن هناك جانب آخر هو جانب الأطماع السعودية لديها أطماع مكشوفة في ثروات اليمن النفطية وفي الوصول إلى بحر العرب وهي تعتقد أن الفرصة قد جاءتها على طبق منفضة حينما اضطر اليمنيون للجوء إليها هربا من العدو الذي ساعدته على إسقاط الدولة اليمنية أدخلت الحوثي من هنا واستقبلت خصومه من الباب الآخر ولاعبت لعبتها بالاتفاق مع غرفة العمليات الدولية مارس النظام السعودي على اليمن واليمنيين أكسى درجات الإذلال بأقصى درجات النذالة والسقوط الأخلاكي مارس النظام السعودي مع اليمنيين في ظروفهم والحالية مستوى من النذالة لم يسمع به العرب في تاريخهم كل استغل لحظة ضعفهم الحريق الذي في اليمن بدل أنت جار وفي بيت جيرانك حريق بيهربوا لعندك المفروض تساعدهم المفروض توقف معاهم لكن الجار اللئيم الخسيس يبتزهم من أجل كشرط للتعاون معه ابتزاز رخيص يعني استغل هذا في تصفية حساباته القذرة مع الجمهورية والوحدة والتطلع إلى الديمقراطية أصبح اليمنين اليوم اليمنين الجمهوريون بين نارين إما القبول بمشروع الإمامة مشروع دولة السيد والعبيد والتنازل عن الجمهورية والكرامة وحلمة ديمقراطية وتضحيات الآباء على مدى خمسين سنة من النضال بل على مدى ألف سنة لأنه النضال الجمهوري مع الإمامة له ألف سنة متفركة متقطعة إما هذا وإما الصبر على ابتزاز الشقيقة الكبرى وسياساتها الحقيرة في حق اليمن وجمهوريته وأرضه وثرواته طبعا كلاهما خيار مر وغير مكبول ولا يوجد للأسف حليف حقيقي الآن ممكن تستند إليه يستند إليه الشرعيون الحقيقيون مش الشرعية الشرعية الضحلة هذه المشكلة أن الوقت ليس في صالح اليمنية كلما مر الوقت زاد الحوثي قوة وزادت الشرعية الضعفا لأنه بيغذوا وهو بيستمر في ترتيب أوراك وتدريب جنوده بينما جنود الشرعية يتحللون وقد ينتهي الأمر بكارثة قومية كبيرة لا قدر الله قد نخسر جمهورياتنا إلى أجل بعيد ويليت المقابل يعني دولة استبدادية من الدول هذه العادية كالدولة السعودية أو المصرية لا الإمامة هي أسوأ مشروع سياسي مرة على وجه الأرض بدون أي مبالغة لأنها جمعت أكبح ما في المشاريع كلها أكبح ما في المشاريع السياسية كلها يجتمع عند الإمامة استبداد موجود كهنوت موجود عنصرية موجودة طائفية موجودة مناطقية موجودة وفوق هذا كله أوسع شريحة أمراء حاكمين في أي بلد ما فيش يعني إحنا عندنا سيكون فيه 2 مليون أمير في اليمن لأن كل هاشمي في اليمن سيصبح أمير له نصيب خاص من السلطة نصيب خاص من الثروة من الخمس حق النفط وغيره وغيره ونصيب خاص من كل شيء من كل شيء من الفرص في السلك الدبلوماسي في البعثات التعليمية في كل شيء وهذا طبعا ليس له مثيل حتى في إيران نفسها لا شك أن البعض الآن يتساءل عن الحل للخروج من هذه الورطة التاريخية الرهيبة أنا دائما بنتكلم عن الحل ولا شك أيضا أن الجميع يفكر في الحلول الممكنة وقد قلت في هذا البرنامج وفي غيره أن علينا أن ندرك أمرين الأول أنه لا توجد مشكلة بدون حل كد يكون الحل مكلف صحيح صعب نعم لكن هناك دائما حلول تنتظر من يكتشفها الأمر الآخر أن بعض المشاكل المعقدة مثل مشكلتنا في اليمن تحتاج إلى تفكير خارج الصندوق كما يقال تحتاج حلول غير تقليدية حلول فيها يهود على ما بيقوله في المثال اليمني تحتاج قبل ذلك إلى من يسعى في الميدان للبحث عن حلول هل نحتاج إلى كيان مسلح لا يخضع للشرعية وابتزاز السعودية يتم تأمين مصادر تموينا من دول صديقة ربما هل نحتاج الحركة الدبلوماسية تخلط الأوراق على التحالف وتمارس ابتزاز في مقابل ابتزاز ربما لكن على كل حال لا ينبغي أن نيأس لأنه لدينا العديد من نقاط الضوء التي يمكن أن تبدد حالة اليأس والخوف التي نمر بها لا يجوز أن نستسلم لليأس من نقاط الضوء وعوامل الأمل أن الصحيفة الصفيحة القارية عفوا الصفيحة القارية للسياسة ما زالت تمور وتضطرب ولم تشتكر بعد المنطقة على صفح ساخن كما يقولون ومن المرجح أن تنتهي بزلازل قوية تضرب الأنظمة الهشة في المنطقة أنا شخصياً أعتقد أنه خلال السنتين هذه القادمة سيحدث شيء ومن حسن حظنا أن خصومنا الثلاثة في المنطقة عبارة عن أنظمة هشة آيلاً للسقوط أتحدث عن إيران السعودية إسرائيل هذه دول هشة آيلاً للسقوط السعودية مثلاً دولة قامت على كتف الاستعمار واستكرت على حجره ومصيرها من ثم مرتبط بمصير إسرائيل لأنه كل الدولتين قامت على يد نفس المستعمر ولنفس الهدف السعودية وإسرائيل دولتان أسستهما بريطانيا ثم انتقلت كفالتهما فيما بعد الأمريكا وهذا هو الذي يفسر لا مبالات النظام السعودي تجاه العرب والشعوب العربية يفسر هذا أيضاً يفسر الخضوع الشديد بدى النظام السعودي للابتزاز الأمريكي دون أن يحاول هذا النظام أن يسمح ببناء كتلة قومية أو إسلامية لحماية نفسها حتى لحماية نفسها السعودية لم تسمح لا بوجود كتلة عربية قوية ولا بوجود كتلة إسلامية قوية كانت دائماً تسعى لإفشال أي خطوة بهذا الاتجاه باتجاه تقوية الكيان العربي أو الكيان الإسلامي السر هو هنا لأنها جزء من المنظومة الاستعمارية لا علاقة لها بالعرب إلا في الظاهر هذه الدول وضعها الاستعمار لتنفيذ مهام استعمارية منها هذا الدور الخطير في تفكيك العروبة وتفكيك عناصر القوة لدى العرب ولدى المسلمين السعودية تفسد في الأرض وهي تسنط ظهرها للحامل أمريكي ما يهماش الشعوب العربية لكن إلى متى ستستمر هذه الحماية هل بإمكان أمريكا أن تبقى في المنطقة إذا وقعت الواقع مثلا ودخل العالم في حالة كساد اقتصادي حصل كساد اقتصادي أمريكا لن تحتمل بقاءها في أي مكان في العالم أنا غير قادر على تمويل هذه الأساطيل والكواعد في كل مكان وإذا بقيت في المنطقة مثلا هل ستبقى بدون حروب بسبب الكساد العالمي الكساد سيؤدي إلى إشعال حروب طيب وإذا وقعت حروب كبيرة من يضمن بقاء هذه الدول الصغيرة الهشة سعودية إيران غيرها النظام الإيراني ربما أكوى كليلا من النظام السعودي والإسرائيلي لكن في النهاية هو نظام هش لأنه غير حاصل على رضا الشعب الإيراني بالكامل أو الأغلبية الإيرانية الدول التي قامت على باطل لا يمكن أن تستمر إلى مال نهاية الظلم مثل السوس ينخر في الأعمدة لكن هذا لا يعني أن نجلس على الناصية ننتظر ما يأتي في الغيب نحن اليمنيون لدينا قضية لا تكلم مشروعية عن قضية الشعب الفلسطيني الإمامة مشروع أكثر سوءاً من المشروع الصهيوني إذا أجرينا مقارنة منطقية بين المشروعين الصهيوني والمشروع الإمامي ستكون المقارنة لصالح المشروع الصهيوني لأنه صحيح كلاهما مشروع عنصري ويستند إلى مبررات دينية وكلاهما يتحدث عن الحق الإلهي في الأرض أو في السلطة والثروة مع فارق كبير لصالح الصهاينة لكن بقية الامتيازات لصالح الصهيونية لصالح دولة إسرائيل دولة إسرائيل تقوم على نظام ديمقراطي يعترف بالحقوق والحريات لشعب إسرائيل ويساوي بين جميع فئات شعب إسرائيل دون تمييز عنصري ويحاسب الفاسدين مهما كانت مقاماتهم ومناصبهم هناك رؤساء وزراء في السجن الآن بسبب قضايا فساد دولة إسرائيل لا تتحدث عن الخمص وحقوق اليهوذة ودولة إسرائيل لا تتعمد تجهيل شعبها وتفخيخها بالخرافات ولا تتعمد تعطيل طاقاته الإبداعية لكي يسهل عليها السيطرة عليه بل على العكس على العكس من ذلك إسرائيل هي أحد أكثر الدول تقدماً في المنطقة إسرائيل هي أحد أكثر الدول تقدماً في المنطقة العربية لأنها تريد أن تكون قوية لا يمكن للدولة أن تكون قوية من دون أن يكون هناك شعب قوي شعب متعلم إذن هي ليست حريصة على تفخيخ وعيه نقول على العكس من ذلك هي أحد الدول الأكثر تقدماً في مجال التكنولوجيا هذه ليست دعاياً لإسرائيل بل دعوة للتأمل في الكارثة التي ستحل بنا في اليمن إن قبلنا بالمشروع الإمامي وهي أيضاً دعوة للبحث عن مخارج طوارئ مخارج طوارئ عملية قبل أن تحكم الإمامة قبضتها على ما تبقى من مناطق خارج سيطرتها مخارج طوارئ لا تمر بالرياض وتحالف الغدر والنذالة السعودية ماضية في تكسيم اليمن وفي تسليم مارب والجوف للحوثي على الأرجح لم يعد هذا الأمر غامضاً حتى المقاتلون في الميدان يدركون ذلك لكن هذا لا يعني أنها على كل شيء إن قدر الله ولا أمريكا إذا وجد من يصر في الأرض على قضيته ومن يقاوم سينتصر سينتصر تعالوا نستمع إلى أحد المقاتلين القادة الميدانيين وهو يتحدث عن تغطية طائرات السعودية لحركة الحوثي وكأنها طائرات لحماية الحوثي أكثر من حماية الشرعية مثلاً وكوات الشرعية المفروض أن الطائرات تكون من من القواعد السعودية لضرب تحركات الحوثي هل قادة الميدانيون في الشرعية يرون بأمي أعينهم غير ذلك يقول لك الطائرات السعودية يعني تكون بمهام غريبة إما تكصف تنود الشرعية بدقة متناهية أو تغطي حركة الحوثي تعالوا نستمع إلى هذا القائد وهو يتحدث باستغراب الطقو حقها أولئي مثلاً الحوثيين عمر المجوس أنها نشوفها وهي بتمشي أرتاء والطائران بيحن حوقها هل هي حماية فإن كانت حماية لهم قاول لنا وإن كانوا معنا لابدان يستقلوا القول ولا يستقلوا القول لأن العفعال وهي الذي تبيننا الأقوى فأنا لسألتي إليهم أن يكونوا صادقين معنا ولا حتى ذو موقف والتنعات وسلامة أما بلادنا مهما حيث تارك إلا سنقاتل سنقاتل على بلادنا حتى نقال الله أسوأ ما ينتظرنا ليس الهزيمة العسكرية بل الهزيمة هزيمة الإرادة إذن هزمت إرادتك في طلب الحياة الكريمة والوطن الذي يليك بك وبأبنائك ورضغت للأمر الواقع ستعيش حياة أسوأ من الحياة التي هربت منها في ظل المقاومة وعلينا أن نتعلم نتعلم من المشروع الإمامي نفسه انظروا كيف عاد المشروع الإمامي بعد خمسين سنة من موته بعثة من القبر مع أن آلاف معظم السلاليين الذين كانوا في اليمن كانوا يأسوا من عودته لكن كان هناك كلا كليلا منهم ظلت تتلمس الطريق وتتلمس الفرص من أين جاءت الفرصة؟ كيف أحيوا الأمل الميت من الثورة الخمينية؟ من كان يفكر يوما ما أن الثورة الخمينية التي دعمها الإخوان المسلمون في حينها ستخدم المشروع الإمامي في اليمن وستقتل الإخوان في كل مكان ولهذا أقول دائما أبواب الله هي أبواب الأمل ولا تدري متى ينفتح هذا الباب ليخدمك تغير بسيط في أطراف الأرض قد يعود عليك بالمنفع من حيث لا تدري أو بالسوء المهم أن تكون إرادتك حاضرة لانتهاز الفرصة الوضع الذي يمر به العرب اليوم وضع شاذ لا يمكن أن يستمر لأمد طويل أقول هذا بناء على معطيات ملموسة أول هذه المعطيات أن عرب اليوم بالرغم من كل ما فيهم أفضل من عرب الأمس بكثير عرب اليوم أفضل من عرب الألف سنة الماضية حتى على الرغم من أن الظاهر يبدو غير ذلك لكن هذه هي الحقيقة عرب اليوم الشعوب تكلم ليس الأنظمة الأنظمة اليوم تشبه أمراء الطوائب في الأندلس قبل سقوط الإمارات الأندلسية لكن العرب كشعوب اليوم صحيح فيهم أكثرية فاسدة بمختلف معاني الفساد وهذا لا جديد فيه لأنهم كانوا هكذا طوال الوقت لكن الجديد في الموضوع هذه المرة أن لديهم شريحة نخبوية من المثقفين والشباب لديها وعي بالسياسة وبالتاريخ وبالحضارة كبير جدا هي هذه النخبة التي خرجت في الربيع العربي وعادت إلى بيوتها أو إلى السجون لكنها ما زالت موجودة لم يتوفر للعرب نخبة بهذا المستوى الرفيع من قبل نخبة الشعبية لكن هذه النخبة أو الشريحة الممتازة تواجه اليوم ثورة مضادة لا مثيلة لا أيضا في التاريخ إلا الثورة المضادة لثورة الفرنسية الثورة المضادة لثورة الفرنسية استمرت حوالي 100 سنة وهم في حالة جدل وأخذوا رد إحنا ما زلنا برضو إلى اليوم في حالة جدل بين الثورة وثورة المضادة هذا المعضة الأول المعضة الثانية هو أن الوضع اليوم لم يستكر حتى الآن ولم يستكر هذه نقطة ضوء أخرى الآن الشعوب وضعت داخل قدور ضاغطة داخل ضغاطات في درجة حرارة عالية لكن وضع الشعوب في هذه الضغاطات لا بد أن تنفجر في يوم ما الانفجار الكادم سيكون هائلاً ليس كالذي بضع سيطيح بكل شيء في طريقة سيل سيكون سيل مثل سيل العرم الإنسان كائن يضيق بالاستبدات حتى لو كان أحد أعوانه في يوم ما الأسباب التي ولدت ثورات الربيع العرب الماضية فتضاعفت الآن أضعافاً كثيراً وهي حتنتظر لحظة مناسبة ليس بإمكان أي قوة أن توقف الطبيعة إذا غضبت إلى هنا انتهت حلقة اليوم ونلقاكم في الأسبوع القادمة ترجمة نانسي قنقر